يا صباح الفل عاملين ايه? النهاردة ان شاء الله وحنتكلم في فيديو بسيط خالص وصغير مش كبير عن حاجة مهمة جدا بتسأل عليها كتير في سمار المشروم الاجاركس وهي النقط السودة دي اللي موجودة على السمار زي ما حضراتكم شايفين النقط السودة البسيطة اللي موجودة على السمار دي بتبقى في الغالب بيتموس من طبقة التغطية اللي مزروع عليها المشروم. طبعا المشروم الاجاركس بيتزرع على كومبوست وبعدين بيتعامل في مرحلة من المراحل التغطية للكومبوست بعد نموه المايسيليم بطبقة من البيتموس وبعدين تبدأ السمار تزهر فوقيها في بيبقى في الفلاشات الاولى بنلاقي ان البيتموس بيبقى موجودة على سطح السمرة بالمنزر ده المفروض ان هو بيتنظف بدرجة مناسبة ولكن برضو بيفضل منه بعض الاجزاء البسيطة بتبقى موجودة على السمرة نجي ما تقلقناش خالص وكمستهلكين ومادى يقناش تغمى السمرة نفسها سليمة ونضيفة والانسجة بتاعتها قوية ومش طرية ولا رخوة ولا حاجة ولا فيها اي نموات بكترية مثلا ولا لازجة ولا حاجة فالاجزاء البيتموس البسيطة دي ما تقلقناش على فكرة السمرة اللي حضرتكم شايفينها دي ودي السمرة الكبيرة دي هنتكلم عنها دلوقتي دي عندي من يوم السبت اللي فات يعني هاش اي مشكلة خالص لان طالما المشروع متقطف ممكن احطه في التلاجة من خمس لسبعة ايام لكن لو عايز احفظه فترة اطول من كده فانا ممكن اقطعه ونقدر على النار لمدة دقتين تلاتة نقلبه في معلقة زبدة من مجرد بس ان هو يوقف الانسجة توقف بقى الانزيمات بتاعتها فبنقدر بعد كده ان احنا نحفظه في الفريزر بعد ما بيبرد نعبيه في عبوات زجاجية او اكياس بلاستيك ونحطه في الفريزر لمدة شهرين برضو عشان الناس اللي بتسأل اقدر احفظ المشروع فترة طويلة من غير ما يتغير لونه او يسود ازاي يبقى انا ممكن اسيبه من خمس لسبعة ايام في التلاجة لو لسه مقطوف وممكن احفظه في الفريزر لمدة شهرين بس بسويه الاول لمدة دقتين تلاتة على النار مع معلقة زبدة او معلقة زيت وبعد كده اقدر احفظه شهرين في الفريزر واطلعه واستخدمه على طول اول اه ما انا محتاجاه بس بشارت ان احنا يعني نقطع لسامرة يعني ما نحفظه ما نشرهش في الفريزر سامرة كاملة كده لا نقطعها ونبدأ ان احنا نعمل لها المعاملة الحرارية ونشرها في التلاجة في الفريزر بعد كده ده بالنسبة لنقاط البيتنس طيب بالنسبة بقى لغسيل السمار انا بالنسبة لي ممكن اشطف السامرة عادي تحت الحنفية المد صغيرة وقت صغير جدا واستخدمه زي ما حضراتكم شايفين كده يعني دي السامرة دي انا شلت من عليها الاجزاء بتاعت البيتموس بمية الحنفية عادي وما شربتش مية كتير يعني ولا حاجة حاجة بسيطة خالص كده ده تفضيل شخصي فيه ناس تانية ما بتحبش ان هي تعرض السمار للمية عشان الانسجة متشربش مية كتير وكده لكن كل ما السامرة زي ما اتفقنا لما تكون انسجتها قوية مش غضة ولا راطبة فمش حيحصلها حاجة لو شطفتات حتى المية لكن طبعا لو السامرة بقى طرية وكلام ده ففي ناس بتفضل ان هي تنظفها بورق منازيل راطب على اساس ان السامرة نفسها لما يجوا يسووها ما يكونش فيها مية كتير هنا حنعمل اختبار بقى مع حضراتكم دلوقتي ان السامرة دي اللي بقى لها خمس ايام في التلاجة طبعا اللون تكون الغامق ده في النولات بتتأثر باي ضغط اي لمسة على اه السامرة او اي ضغط عليها بعلى طول او اي جرحة او اي حاجة على طول بتظهر في نولات اللي هي بنشوفها في التفاح كمان نما نجي نقطع تفاح ونسيبه بنلاقي على طول بسود احنا بنقوله ان هو بسود ده دي عبارة عن فينولات بتكون هي المسؤولة عن الالوان دي لكن من جوة السامرة نفسها بيضة وما فاش اي مشكلة اه الاختبار اللي حنعمله ده اه حواري لحضراتكم فيه ان السمار ممكن تقعد في التلاجة خمس ايام بعد القطف وفي نفس الوقت ما تتأثرش خالص طالما ما السامرة نفسها زي ما اتفقنا سليمة وما فاش اي مشكلة ده شكل السمار طبعا زي ما اتفقنا قبل ما اخسلها او اشطفها بقى حاجة بسيطة تحت المية مش غسيل جامد يعني ودي شكل السامرة بعد ما شلت منها اه بقاية اه البيتموس اللي كان موجود عليها. هتشوفها مع بعضنا كده. سمرة كمان زي ما حضرتكم شايفين مش مفتوحة. رغم ان هي بقى لها خمس ايام في التلاجة لكن زي ما انتم شايفين اه مش مفتوحة. هنبدأ بقى انقطعها مع بعض ونشوف شكلها من جوة. طبعا زي ما انتم شايفين السامرة. مشترية خالص. الصوت ده الدليل على ان السامرة قوية. الانسجة بتاعتها قوية جدا. كده حتكسر الطبقة. شايفين شكل السامرة من جوة عامل ازاي? طبعا رائعة. يعني ما شاء الله جميلة جميلة جدا. سامرة سميكة ومن جوة الانسجة بتاعتها سليمة. وبيضة. وقوية. يعني ده دليل على انها درجة ممتازة الحقيقة. جودتها عالية. وآآ شكل السمار آآ من برة مش هو الدليل على ان هي آآ يعني آآ سامرة آآ من جوة تكون مسلا غام او اللي حاجة. لا. لكن زي ما اتفقنا ان دي بس مجرد بآية بيتموس او فينولات. آآ نتيجة الضغط على السمار او اي حاجة. لكن طالما ما فتحناها. ولقناها من جوة الانسجة متمسكة وبيضة وما فيهاش اي مشاكل. فما تقلقوش منها خالص. وبالتالي انا اقدر بعد كده اعتمد الطريقة دي. ان انا طالما ما المشروب مقطوف في النهاردة مثلا يقدر اقدر ان انا احتفظ بيه في التلاجة من خمس لسبعة ايام. حتى لو شكله اغمق شوية ما تقلقوش. طالما ما السمارة نفسها ما فتحتش. وطالما ما انسجتها من جوة بيضة ومتمسكة وسليمة زي ما حضراتكم شايفين كده. اتمنى ان الفيديو ده يكون عجب حضراتكم واستفادنا منه بمعلومة. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. وشكرا. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة